تتمنى في السنة الجديدة أو يفسك تشوف إيه في السنة الجديدة ربنا يرجعني بريزة أولادي ونشوف البلد دايما في صدوار وتقدم وربنا يا ربي يعني ينوي كل حد عايز حاجة حلوية ينوي لها تتمنى الوضع الاقتصادي يبقى أحسن بكتير من الوضع الحالي إن الوضع الحالي مش مزبوط يعني إيه لتتمنى في السنة الجديدة إن شاء الله يتصلح الحالة بإذن الله والدينة تكبرت كويسة والحال يعني الحمد لله كويس تمنى كل خير يعني الناس تلاقي تشتغل الناس تلاقي تاكل الأسعار تهدى شوي يعني الأول ده على مستوى البلد يعني بس مستوى شخصي هتمنى أكيد أنه يبقى فيه ستيبس أكتر في حياتي وأعلى يعني ربنا نسطر علينا ونسطر على بلدنا برضو الحال وديت عشان من دولنا خير شغال في البلد ربنا بيكرم يعني نفسي شوف البلد في وضع أحسن من الوضع اللي هي فيه ده كل اللي أنا بيتمنى في السنة الجديدة أشوف خير في بلده والدنة تبقى حلوة والناس تشغل والدنة تبقى حلوة معانا بس شوف البلد دي في أحسن حال والناس تبقى محسوطة وعايشها مسترياحة وحققها كل اللي نفسها فيه الأسعار تستقر أكتر يبقى فيه استقرار أكتر في البلد شوي ما نعمل في السنة الجديدة من أمي ربنا معي وكونها حققت اللي كان نفسي فيه يعني نكون مصر خير طبعا ونمر بالأزمة اللي احنا فيها دي على خير إن شاء الله نفسي أخلف دي أكتر أميه صرا؟ نفسي أسبوع النص ربنا يصلح الحال إن شاء الله ونص كلها تبقى كويسة وحالة يتزوح أسعار ترخص عام معايا أسد ديوني وأبقى مستورة معايا ومشي معايا كيف بصراحة نفسي أتخرج بس مش عايز حاجة تانية ده بس اللي بتمنى في السنة الجديدة اللي ما نفسكش تشوفه في السنة الجديدة اللي احنا شايفينه دلوقتي في الزقل إن الناس تبقى متضايقة ومخنوقة ومش عارفة تعيش النفسي ما شوفوش إن الناس ما تلاقيش شغل يعني كل الناس اشتغل ما حدش يبقى من غير شغل لأن في الفترة دي ما نفعش حد يبقى من غير شغل نشوفش الغلاء اللي موجود دلوقتي مش عايز أشوف يعني حاجة وحشة مش عايز أشوف حاجة تيزي مثلا بلدنا يعني كل الناس تبقى حلوة إيه اللي ما نفسكش تشوفه في السنة الجديدة اللي أنا ما شفتوش اللي أنا شفتو في السنة قديمة اللي ما نفسكش أشوفه في السنة الجديدة ارتفاع الأسعار وكل شغل دوت لأن ارتفاع الأسعار ده يخلق أزمة جديدة هي الأزمة العالمية معروفة إن الأزمة العالمية تمام ما فيش ما اختلفناش في النقطة دي بس إحنا طبعاً كشعب المصر شعب أقوى تعودنا على الصبر وتعودنا على كل حاجة هنعدي الفترة دي مش عاوز أشوف حاجة تضر علينا والبلد تبقى حلوة والناس شغيرة والتمان الكورونا هي الكورونا فينا الخوف والقلق اللي إحنا فيهم دلوقتي يعني إحنا مش عارفين الأسعار رحافين الزروف جاية إيه مشوفش بقى أي ثورات ولا أي مشاكل في البلد إن شاء الله عايز أشوف بصراحة وبقى تانية لأنه أصل أثر على التعليم بتاعنا في سنة أولى مش عايش في فتاني خلص توقعي في 2023 يا حسن فينا لا أتوقعه يعني أعتقد أن كل حاجة هتغلق أكثر من الأول للأسف يعني تتوقع في العام الجديد إن شاء الله أتوقع مزيد من التقدم البلدنا وإن شاء الله ربنا يبسع علينا ويزيدنا إن شاء الله أتوقع أن احنا نوصل لمرحلة أفضل من المرحلة اللي إحنا فيها ونعد الفترة الصعبة اللي إحنا فيها في الظروف اللي إحنا فيها ما نتوقعش أي حاجة إن شاء الله لأمور تمشي كويس بإذن الله لا أتوقع خير بإذن الله ما فيش توقعات والله آه هي مبشرة الصراحة بس بص أدامنا اتجاوزتي وبكي تقديني تمام البلد كده بخير أدامنا اتجاوزتي بالبلد كده بخير يارب تكون سنة سعيدة وأحلى من السنة اللي عد Happy New Year Happy New Year